خلال زيارتها لألمانيا عقدت وزيرة الصحة والسكانها لزايد اجتماعا بمقر شركة مرسيدس بنز العالمية مع عدد من المسؤولين هناك ذلك بحضور مسشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحية والوقائية محمد عوض تاجدين بالضافة إلى عدد من المسؤولين وخلال زيارة استمعت الوزيرة إلى عرض توضحي عن ما تم إنجازه داخل الشركة لتلبية احتياجات وزارة الصحة من خلال دفعات من سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية لصالح المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هذا وشهد الاجتماع الاتفاق على توريد 2510 سيارات إسعاف وعيادات متنقلة بتكلفة تتجاوض ثلاثة مليارات جنيه حيث سيتم توريد 1510 سيارات بداية من الشهر القادم حتى منتصف العام القادم 2022 بالإضافة إلى توريد ألف سيارة إسعاف وعيادات متنقلة أخرى بداية من العام 2023 كما تم كذلك الاتفاق على تزويد سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة التي سيتم توريدها إلى مصر بمحركات متطورة صديقة للبيئة أقل وزنا وأقل في الاهتزاز وانبعاثات الغاز وموفرة للطاقة وبالتالي ستكون مصر أول دولة في العالم بعد ألمانيا تستخدم تلك المحركات المتطورة من جانبه شدد مسشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية محمد عواطق الدين على أهمية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استدامة عمل تلك السيارات من خلال توفير مراكز للصيانة وإطاحة قطع الغيار بأسعار مناسبة مع ضمان استمرارية توفرها ذلك لتقديم خدمات الصيانة بالشكل الأمثل